ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما بلكت أيمالكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كفيفتكم أفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصدين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقواه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضروا دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ويندصدهم سيئة بما قدمت أيديهم إلى هم يقنقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتي ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير من الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ذبا ليردوا في أموال الناس فلا يردوا عند الله وما آتيتم من ذكاة تريدون وجه الله وأولئك هم المبعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحديكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البرد والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملون علهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك بالدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلينفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ويذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات وإذن تقرنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نشر المؤمنين الله الذي يمسل الرياح فتخير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسافا ويجعله كسافا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إلى هم يستبشرون وإن كانوا من قبليا ينزل عليهم من قبليا لمبنسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما آت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون